موسيقى أهلا بكم قطع للطرقات واحتجاجات تملأ الأسماع وأخذ ورد لا يتوقفان هذه صورة لبنان بعد نحو شهر من مظاهرات الغضب من أحوال الاقتصاد والسياسة في بلاد ضلت التوازنات والتوافقات على أسس طائفية أحيانا كثيرة بفتاح كثير من أزماتها غير أن ذلك المنطق لم يعود يرضي شرائح كبيرة من اللبنانيين لسيما الأجيال التي لم تواكب اتفاق الطائف ولا ترى طموحاتها بين سطوره وقد ازدادت حدة الاستياء والاحتقان في الساعات الماضية على وقع حديث الرئيس ميشيل عون عن حكومة تكنو سياسية دخان الغضب يتصاعد في سماء بيروت عادت إلى العاصمة ومناطق لبنانية أخرى أجواء الأيام الأولى لخروج اللبنانيين للاحتجاج يقول المتظاهرون إن كلام الرئيس ميشيل عون أغضبهم أما هو فيقول إن مطالبهم محقة بشأن الفساد لكن رحيل النخب السياسي غير ممكن وكحل وسط يقترح تشكيل حكومة من التكنقراط والسياسيين أو ما سماه حكومة تكنو سياسية ثم أضاف عون أن من يرون أنه لا يوجد في الدولة أناس المحترمون فليهاجر لأنهم لن يصلوا إلى السلطة ما كان الرئيس اللبناني ينهي كلماته حتى خرج المتظاهرون إلى الشارع مجددا رافدين الرحيل وتخيرهم بين نخب فاسدة والهجرة كما يقولون منذ انطلاق المظاهرات في السابع عشر من الشهر الماضي حددت شعارات المحتجين سقف المطالب بدأ أن هذه المطالب تتكون من شقين مترابطين محاربة الفساد وسوء التدبير وأنهب تروات البلد من جهة ورحيل النخب السياسية التي يحملها المتظاهرون مسؤولية هذا الفساد وتوابعه ولإعطاء مطالبهم صبغة عملية دعوا لتشكيل حكومة تكنقراط لا يختلف المتظاهرون بشأن هذه الحكومة لكن السياسيين يفعلون وكالة ريترز ذكرت أن سعد الحريري رئيس حكومة تصرف الأعمال يفضل حكومة تكنقراط لأنه يرى أنها ستسهل جلب المساعدات المالية الدولية التي يحتاجها لبنان وتضيف الوكالة اعتمادا على مصادر تقول إنها مطلعة على الوضع اللبناني أن حزب الله وتؤيده حركة أمل يرى في ذلك سعيا لإبعاده من الحكومة الرئيس مشيل عون لمح إلى أنه يتعرض لضغوط لإخراج حزب الله من الحكومة وقال إنه لن يقبل إبعاد حزب يمثل ثلث اللبنانيين على الأقل عبر الرئيس اللبناني عن مواقفه وبعث رسائل في اتجاهات مختلفة وخارج المتظاهرون ليردوا على ما قاله الرئيس قطع بعضهم الطرق ليعود لبنان إلى المربع الأول قتل مواطن لبناني برصاص جندي وأعلن الحزب التقدمي الاشتراكي أن القتيل من أتباعه ودع رئيسه وليد جنبولات إلى التهديئة وقال إن الحراك الشعبي حتى ما كل الحواجز ووحد اللبنانيين ومن جهته دع رئيس البرلمان نبي بر إلى الإسراع بتشكيل حكومة شاملة وأجرى كريستوفر فارنو مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان مباحثات مع الفراقاء السياسيين لم يعرف هل هي وساطة فرنسية أم شيء آخر في وقت يرفع فيه في لبنان شعار رفض التدخل الأجنبي يعج المشهد اللبناني بالأحداث والتصريحات لكن سمته الأساسية تبقى عدام التناغم بين مطالب المتظاهرين ومواقف السياسيين لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت رياض عيسى الناشط في المجتمع المدني ومن منطقة الأشرفي الشرقي العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور ناجي حايك القيادة في التير الوطني الحر أهلا بكم وأبدأ معك الدكتور ناجي برأيك لما لم تزد كلبة الرئيس ميشيل عون الشارع أو الحراك إلا احتقانا وغضبا بل والأكثر من ذلك حتى عندما دعا فريقا منهم للقاء رفضوا اللقاء بالرئيس عون مساء الخير أنا أعتقد أن المشكلة أعمق من ذلك وأن الحراك لا يعرف حقا ماذا يريد لقد كان كلام فخامة رئيس الجمهورية واضحا ليلة البارحة وقد قال بصورة مباشرة أنه يفضل فصل النيابة عن الوزارة وقد قال أنه يريد حكومة يكون ممثلا فيها الجميع وتكون حكومة تقنقراط ولكن مطعمة سياسيا أي مع نفحة سياسية وسبب هذا الكلام هو أن هذه هي إرادة الشريك في الحكم الذي هو الرئيس سعد الحريري كان الاتجاه أول من أمس في الاتيام بحكومة تقنقراط كاملة بدون أي وجه سياسي ولكن الرئيس الحريري هو الذي أراد أن يكون جزءا من هذه الحكومة وأراد أن تكون الحكومة سياسية وتقنقراط في نفس الوقت واحتراما لما يمثل الرئيس سعد الحريري في الشارع السني لم يرد العماد ميشيل عون فخامة الرئيس أن يعرض حكومة تقنقراط بالمباشر وهذه هي الحقيقة والكل يعرف ذلك وبدأ الأمر يبدو جاليا الآن هناك رسائل عدة من فخامة الرئيس البارحة أو أهم ما وجهه فخامة الرئيس للجماهير وللعالم أجمع بأنه رئيس لبناني صرف وبأنه لا يخطع لأي تأثيرات خارجية طيب أعذرني سأعود لك الدكتور ناجي لتفصل هذه النقطة الأساسية فيما أراد الرئيس عون أيصانه لأشارع النبناني دعني أكمل سأعود لك أعذرني فقط سأعود لك ولك أن تفصل في هذه النقطة ولكن فقط أنطلق مما ذكرته في بداية كلامك بأن الحراك لا يعي ما يريده هنا أسأل ضيفي من بيروت سيد رياض عيسى هل فعلا البوصلة تغييب عن الحراك اللبناني وبالتالي عندما تقدم أي بادرة حتى ولو حملت أفكار وطريقا يراه الرئيس عون للوصول إلى مرحلة من الاستقرار ومن السلم ترفض هذه المبادرة يسعب ما سيك أنا بداية بحب وجه تحيي إلى روح الشهيد على عائلته وأصدقائه ومحبيه وبدعيك وبدعي كل الإعلاميين أنه ينزلوا على ساحات الحراك ويسألوا أصغر طفل موجود متظاهر ويقولوا له شو مطلب الحراك مطلب الحراك منذ اليوم الأول وحتى اليوم هي مطالب واحدة لم ننظف عليها شيء ولم ننقص منها أي شيء مطالبنا واضحة هي استقالة الحكومة وتكليف حكومة مستقلة وإجراء انتخابات مبكرة وإقرار قوانين العلاقة باستقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة مستقلة بمعنى حكومة تقنقرات صرفة وإسلامها غير عارفين ماذا يريدون إن كانت هذه الحكومة تسقط أو لا تسقط إن كان فيه انتخابات أو ما فيه انتخابات فقط أعذرني لنركز على هذه النقطة الأساسية قلت حكومة مستقلة حكومة تقنقرات صرفة معنىها بغير مسيسة نهائيا هذا ما تقصد؟ الحقيقة نحن ما بدنا ندخل بسجلات السلطة فيما بينهم أغطاب السلطة هن مختلفين على شكل الحكومي وتسميته الثوار أو المنتفضين كيف ما بدك تسميهم أو الحراق اللبناني بالنسبة لكم كلمة مستقلة نحن نحن بحاجة لحكومي مشهود لإلى بالنزاهة والكفاءة وتوحي بالثقة أصحاب اختصاص قادرين على الانتقال من مرحلة إلى مرحلة قادرين على أن يعملوا قانون انتخاب عصري ونروح إلى انتخابات ويقروا قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين التسمية يعني ما رح نقف على موضوع التسمية إن كانت تكنقراط أو تكنوسياسية يسموها ما شاء نحن بدنا أسماء غير مستفزة بالحكومة بدنا أشخاص غير مجربين في بعض الأشخاص على مستوى الحكومة جربناهم عشر أو عشرين أو تلاتين سنة وفشلوا بإدارة كل الملفات حتى على مستوى العهد ثلاث سنوات مر على مستوى العهد ولم نلحظ بعد أنه فيه محاولة جدية لمكافحة الفساد إذن لماذا أبقى معك سيد رياضة لماذا الغضب من كلمة الرئيس عون ما دامت تحمل تصور لخارطة طريق أو مخرج الغضب من كلمة الرئيس عون لأنه لاحظنا أن الرئيس عون وضع نفسه في مواجهة 2 مليون لبناني موجودين بالشارع وكأن العماد عون فخامة الرئيس مش سامع ولا شايف أنه هذه الثورة دخلت إلى كل حي وكل زاروب وكل بيت في لبنان ودخلت إلى كل مدرس وصار الطلاب والشباب وكل الطبقات اللبنانية والفئات اللبنانية وضحت ألتك دعني أعود إلى ضيفي الدكتور ناجي حي قطعتك قبل قليل لك أن تفصل فيما ذكرت قبل قليل فيما أراد الرئيس عون أن يوصله للبنانيين وربما لم يصل كما كان يريد أراد الرئيس عون أن يوصل إلى اللبنانيين بأنه لا يخطع لأهواء لا الغرب ولا الشرق وكان واضحا برفضه عزل فريق من اللبنانيين المتمثل بحزب الله وبنفس الوقت أعلن أيضا أن رأي السيد حسن نصر الله بالنسبة إلى الذهاب إلى الصين لا يمثل الدولة اللبنانية وقرار الدولة اللبنانية مما يعني أنه مستقل بالكامل أعود إلى كلام الأستاذ عيسى الذي قال بأن مطالب الحراك واضحة وهي تريد حكومة من أشخاص غير مجربين أو بالأحرى أشخاص مجربين ومشهود لهم بالنزاهة ولكنه استطرد بالكلام بأنه يريد قانون انتخاب عصري ويريد وتهمنا بأن نحن أهل السلطة نحن والرئيس الحريري هل يرفض أن يكون الرئيس الحريري رئيسا لمجلس الوزراء نحن نعرف بأن لبنان يقوم على أسس طائفية وهذه هي الحقيقة ولا يمكن نكران ما يمثل الرئيس الحريري في الشارع السني ولذلك نحن فخامة رئيس الجمهورية يريد احترام رئيس شارع السني الديمقراطيا ولكن الرئيس الحريري الآن يتبنى بشكل كامل مطالب الحراك للرئيس سعد الحريري لكي يكون ونحن نتبنى بشكل كامل مطالب الحراك ولكن الأستاذ عيسى استضرد بالقول بأنه يريد قانون انتخابات عصري يمثل جميع اللبنانيين ودون أن أنسى أنه قال أن هناك 2 مليون شخص في الشارع وأنا أعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه بطريقة كبيرة جدا أين هم 2 مليون يعني يقول أن الحراك يمثل نصف الشعب اللبناني ولا أعتقد أن هذا الأمر ينطبق على الواقع هناك عدد كبير من اللبنانيين في الشارع وهناك مطالب محقة جدا جدا ونحن مع هذه المطالب المحقة وأهمها مكافحة الفساد وأهمها استقالة الحكومة وقد استقالت وأهمها الإتيان بأشخاص مشهود لهم أبقى معك دكتور ناجي أبقى معك دكتور ناجي وإن كان فيهم نفحة سياسية ليس مهمة أرضية على الأقل على تصعيد التصريحات الكتل السياسي بمختلفها ومنها أنتم أنكم مع مطالب الحراك فيما يتعلق بمحاربة الفساد ونقاط كثيرة اليوم بهذه الكلمة للرئيس عون لم تزد هذا الشارع ومع الدولة المدنية ومع الدولة المدنية هناك نقاط كثيرة ولكن كلمة الرئيس عون لم تزد الشارع إلا احتقال مع العلمنا الشاملة نعم لم تزد الشارع إلا احتقال وبالتالي ما هو التصور للحل في هذه الحالة لأن لأن الشارع أرد سماع كلمة لا إله ولم يرد أن يستمع إلى باقي الكلمات والرئيس عون قال إن لم تستطيع أن تأتوا من بينكم بأشخاص عليهم القدر والقيمة وهم محترمون فعليكم أن تهاجروا وإن أنا تلكأت عن القيام بواجبي ولم أكن على قدر المسؤولية فأنا أغادر هذا كان كل كلام الرئيس عون وقد أخذوه مجتزأ لبل حرفوه وأنا لست هنا بصدد تبرير الكلام أو تفسيره ولكن هذه هي الحقيقة فقط حتى نوازل في الوقت بينك وبين ضيفنا سيد رياض عيسى أعذرني عن المقاطعة أيضا مرة أخرى سيد رياض عيسى إذن استمعت أيضا إلى مقاله ضيفي الدكتور ناجي السلطة تحاول تقدم تصور لحل ما ولكن هناك من فقط كما قال ضيفي يستمع إلى كلمة لا إله ولا يكمل الجزء الآخر من هذه الكلمة وبالتالي هل هناك تصور واقعي لحل في لبنان بينما يراه الشارع ويدغط من أجله وبينما تقدمه الطبقة السياسية عزيزي نحن ما زل ننتظر شهر مر على بدء هذه الثورة ومن شهر لغاية اليوم ما شفنا أي خطوات عملية أننا نريد أن نرفع الشعارات أو نكون عمليين وفاعلين الوضع الاقتصادي غير سليم الوضع الأمني غير سليم الشارع بأي لحظة ممكن ينفجر وبالتالي نحن بحاجة إلى خطوات عملية ما هي الدوافع التي تمنع الرئيس عون من بدء باستشارات نيابية بشكل عاجل من غدا صباحا شو الدواعي اللي مش عم تسمح لأنه نكلف رئيس حكومة إن كان الرئيس سعد الحريري ولا غيره نحن بدنا نحكم على الأفعال طبعا فيه شارع سني بأي عادة تكليف الرئيس الحريري وفيه شارع وطني إذا بدك بيقبل وبالتالي نحن ننتظر تشكيل تشكيل الحكومة لحتى نحكم على الحكومة بشكل سلي متكاملي وعلى برنامجها السياسي والاقتصادي وبعدين بدنا نحكم على أن هذه الحكومة تطعت فترة زمنية محددة لحتى نروح على انتخابات مبكرة يعني فينه نقول أنه الرئيس عون عم يستمع لما طالبنا بالذكر سيد رياض عيسى تشيل المسألة مهمة ذكرتها أنت وضيفي الدكتور ناجي بهذه الإشارة إلى الكتلة السنية أو الجانب السني وسيد سعد الحريري وإلى حزب الله ثم إلى التيار الوطني الحر هل نحن أمام صيغة للمثالثة في لبنان هل تتوجه لي بالسؤال؟ سؤالي لقد مازلت مع سيد رياض عيسى وكذلك سأعود لك المتعلق بهذا السؤال ما هو القانون العصري الذي تريده سيد عيسى؟ ما هو القانون العصري الذي يريده الحراك؟ ما هو؟ نعم نحن اليوم إذا بدنا نرجع للدستور اللبناني الدستور هو دستور الطائف والطائف بيقول على أنه لازم نعمل قانون انتخابات خارج القايد الطائفي ولازم نعمل هيئة وطنية للغاء الطائفية السياسية وإذا ما وصلنا لهذه المرحلة نحن نريد قانون بيتساوى فيه كل اللبنانيين بيكون عادل وبيعطي للشباب سنة 18 أنهن ينتخبوا وبيعطي للمرأة حق التمثيل اليوم المرأة جزء أساسي من هذه الصورة واليوم الشباب هن قادت هذا الحراك وبالتالي إما نروح على لبنان دائرة طيب نستمع لرأي رأي رأي دكتور ناجي أو أنه أي قانون آخر بيتفقوا علي اللبنانيين دكتور ناجي ولكن لازم نروح على انتخابات وعندما نروح على انتخابات مبكرة دكتور ناجي تفضل المجلس النيابي الجديد هو بيقرر إن كان وصلت التكريب سيد رياء دكتور ناجي تفضل لقد اتفق اللبنانيون منذ سنة ونصف على شكل قانون الانتخابات وهذا قانون الانتخابات النسبي الحالي وقد ترشح على أساسه جميع اللبنانيون جميع الكتل السياسية بمن فيها المجتمع المدني ولم يعترض أحدا على ذلك والآن تريدون إعادة الانتخابات وتريدون قانون عصريا وأنا كنت أنتظر أن يقال أنكم تريدون لبنان دائرة واحدة هناك موضوع مشكل كبير في هذا الأمر فنحن كتيار وطني الحر لا نقبل بلبنان دائرة انتخابية واحدة وكما وأن القوات اللبنانية لا تقبل بهذا الأمر ولا يقبل به الحزب التقدم الاشتراكي من منطقة الأشرفية هل هذا قانون تريدهم أن تريدونه أم الشرقي العاصمة اللبنانية دكتور ناجي حيك القيادة في التريار الوطني الحر أشكرك أعتذر منك فقد أدركنا الوقت وكذلك ضيفي من بيروت رياض عيسى الناشط في المجتمع المدني ترجمة نانسي قنقر